اهلا وسهلا بكم جميعا في دورتنا لهذا اليوم القيود اليدوية والقيود السهلة واللي راح نتكلم من خلالها على القيود وطريقة اضافة القيود اليدوية والارصدة الافتتاحية وايضا القيود السهلة واللي تم اضافتها لتسهيل تسجيل القيود لمن لم يكن لديه خلفية محاسبية من قبل راح نبدأ في البداية من قسم المحاسبة وننتقل الى القيود المحاسبية اليدوية اذا فتحنا على القيود المحاسبية اليدوية راح يكون عندي امكانية لانشاء قيد يدوي او اضافة الارصدة الافتتاحية او استيراد القيود طبعا اذا قمنا باضافة او انشاء قيد يدوي راح يفتح لي على صفحة انشاء القيد اليدوي ومن خلالها راح يكون عندي امكانية لاضافة الحسابات وسواء كانت المدينة او الدائنة واضافة المبلغ ويجب ان يكون المدينة يساوي الدائن والتعليقات اذا عندنا رغبة باضافة تعليق على كل سطر من اسطر القيود في البداية راح نقوم بتسجيل الوصف لهذا القيد ولنفترض انه قيد مصروفات نقوم بتسجيل التاريخ اللي قمنا بعمل القيد فيه وهو تاريخ اليوم ممكن نختار الموقع اللي راح نتحمل عليه او نتركه فاضي طبعا عندنا هنا ما في جنبه علامة النجمة اللي هو كونه مطلوب اساسي فهو مطلوب اختياري نقوم باضافة الحسابات ونروح عند المصاريف طبعا عندنا امكانية لاضافة حساب جديد في شجرة الحسابات اثناء تسجيل القيد من خلال الضغط على اضافة حساب جديد او ممكن نروح الى المصاريف مثلا عندنا مصاريف الضيافة ايضا راح نروح الى مصاريف ايضا راح نشوف عندنا هنا مصاريف الخدمات المكتب واضافة المزيد راح نحط حساب البنك طبعا عندنا هنا حساب المصاريف راح نسجلها بحساب المدين مثلا عندنا الضيافة كانت بألف ريال ومصاريف خدمات المكتب مثلا كانت عندي بألفين وخمسمية ريال اذا حساب بنك الدائن راح يكون باجمالي حساب مصاريف الضيافة والخدمات المكتب اللي هو عبارة عن ثلاثة الاف وخمسمية ريال بحيث يكون مجموع المدين يساوي المجموع الدائن احنا ممكن هنا نكتب مصاريف او دون اي تعليق ما في اي اشكالية بالنسبة للتعليقات ترتيب البنود اما يكون المدين ثم الدائن او الترتيب الاصلي لها على حسب المدخلات اللي ادخلناها بعد كذا احنا ممكن نضيف المرفقات مثل الفواتير او غيرها من خلال تصفح الملف وسحب الفاتورة من الكمبيوتر عندنا بعد كذا احنا ممكن نربطه بأحد المشاريع يعني ممكن يكون هذه المصاريف خاصة او مرتبطة بمشروع معين من المشاريع اللي موجودة عندنا اذا كانت غير مرتبطة بأي مشروع فهي اساسا للمنشأة فما يحتاج نضيفها لأي مشروع نفس الشيء هنا ممكن نضيف اسم الموظف هذه تم اضافتها من الحقول الاضافية خلونا نتطرق الى الحقول الاضافية من قسم الاعدادات نروح الى الحقول الاضافية بعدها يكون عندنا امكانية لاختيار الخدمة عندنا هنا القيود اليدوية احنا اضفنا حقلين اضافيين اللي هو الموظف والمنطقة يعني انا ممكن احمل جميع القيود اللي على المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وغيرها وعندنا هنا اسم الموظف لانه وقت ادخال القيد زي ما نلاحظ ما فيه اي خانة توضح من هو الموظف اللي قام باضافة هذا القيد فاحنا ممكن نخليه موجود هذا الحقل حتى يتم الاضافة واذا حبينا نضيف اي نوع او حقل اضافي رح نضغط على علامة الزائد نحدد نوع الحقل سواء كان تاريخ او خانة اختيار او زمن او عدد صحيح او عشري او نص وبعدها نقوم بتسمية الحقل نرجح مرة اخرى الى القيود اليدوية وعندنا الموظفين هذول الموظفين اللي سبق وادخلوا قيود فاحنا ممكن يكون عندنا هنا الموظف محمد عبدالله هو اللي قام بادخال هذا القيد ومثلا على المنطقة الشرقية او المنطقة الوسطى او نتركها بدون تسجيل على اي منطقة بعد كذا رح نقوم بالحفظ يجب الموافقة بان جميع البيانات متأكيدة زي ما اللاحظ هنا تم اضافة قيد المصرفات بتاريخ 11.5 عدد اسطر القيد عبارة عن 3 ومجموع الدائن والمدين عبارة عن 3500 ريال هنا عندنا لاستعراض القيد عشان نشوف القيد عندنا ايضا هنا للتعديل على القيد مثلا انا اربطه بمشروع او شي ممكن اجي هنا مرة ثانية بعد ما احدل على القيد وارجع اربطه عندنا ايضا امكانية لنسخ هذا القيد او طباعته او حذفه اذا كان هذا القيد غير صحيح او غيره فاحنا طبعا عندنا تقرير يوضح هذه القيود المحذوفة حتى نعرف من الشخص اللي حذف القيد وايش سبب حذف هذا القيد هذا بالنسبة لي اضافة القيود اليدوية لو حابين نشوف استيراد القيود راح يكون من خلال الضغط على استيراد اللي موجودة عندنا هنا نقوم بالتحميل بصيغة الاكسل بعد كذا راح يتم الفاتح الملف عندنا هنا تسلسل القيد يرمز الى انه جميع المدخلات تابعة للقيد هذا يعني مثلا عندنا هنا انا راح اسوي قيد مصروفات اخر ايضا عبارة عن ثلاث اسطر فاحنا راح نسوي الرقم واحد على الثلاث اسطر كلها حتى يعرف النظام انه هذا الثلاث اسطر جميعها تابعة لقيد واحد بعدها عندي في خانة التاريخ لازم يكون عندي الخانة عبارة عن التاريخ اللي موجود عندنا هنا بحيث انه اسجلها كتاريخ فعندنا هنا تاريخ اليوم اللي هو 11.5 عندنا هنا نفس الشي راح يكون في 11.5.20.23 طبعا ممكن احنا نسحب هذا القيد على حسب القيود اللي راح ندخلها بعدها وصف القيد احنا ممكن نقول قيد اثبات مصروفات طبعا ممكن نكتفي فقط بالسطر الاول وعندنا هنا راح نقوم بادخال رمز الحساب طبعا لازم يكون عندنا رمز الحساب يعني حافظين رمز الحساب او اني استعين بشجرة الحسابات فارجح مرة ثانية الى النظام عندنا ونروح الى شجرة الحسابات نفتحها من قديد ونشوف مع بعض المصروفات اللي انا ابغى ادخلها عندنا هنا العديد من المصروفات مثلا عندنا مصروف ايجار او خلينا نقول مثلا عندنا هنا مصروف تجديد استجل التجاري ومصاريف بلدية الامانة فعندنا هنا الرقم او الرمز 520802 ممكن نسوي له نسخ ونرجع لملف الاكسل ونقوم باللص عندنا هذا الحساب مثلا تجديد استجل التجاري اه بعشرة الاف ريال نجي للقيد او الحساب الثاني عندي هنا بلدية الامانة راح نسوي نسخ للرمز وبعدها نقوم باللص فهذا هو الرمز مثلا عندنا هنا بخمسمية ريال ايضا بالمدين راح نحط هنا الدائن الحساب الدائن اللي هو حساب البنك فنروح الى حسابات البنك عندنا هنا مثلا من خلال بنك الاهلي صفر واحد فانا راح اقوم بنسخ هذا الرمز وادخاله في ملف الاكسل بعدها راح نروح للدائن يكون بالاجمال اللي هو عشرة الاف وخمسمية ريال التعليقات ممكن نقول هنا مصروفات رسوم حكومية راح نقوم بادخال قيد ثاني ولنفترض انه قيد ايجار ايجار مقدم فانا نجي نقول هنا قيد ايجار مقدم نقوم بتسجيل الرموز الحسابات عندنا هنا ايجار المقدم مثلا لفرع الدمام فعندنا هنا ايجار مقدم هذا هو الرمز له واحد واحد صفر اربعة صفر اثنين فنجي نسوي لص ونحط هنا عندنا خمسة وعشرين الف مدين وحساب البنك مثلا راح يكون نفس البنك اللي راح نسجل فيه المصروفات فانا راح احطه بنفس الحساب ونسجله واحد واحد صفر اثنين صفر ثلاثة صفر واحد ونروح للدائن ونقول خمسة وعشرين الف اريال طبعا عندنا هنا راح يكون بالمدين وليس بالدائن فعندنا هنا الايجار المقدم هذا هو القيد خاص بالايجار المقدم بعلقات واحد فقط بعدها راح نسوي حفظ نرجع للإستيراد ونقوم باختيار الملف عندنا هنا بعدها نسوي استيراد طيب عندنا يصل بريد الكتروني عشان يوضح عندنا اذا كان فيه مشكلة من عدم الاستيراد فانا وظلني بريد انه اجمالي المدين لا يساوي اجمالي الدائن نرجع ونفتح ونشوف عندنا رقم القيد واحد فعندنا هنا سجلنا مية الف بدلا من عشرة آلاف عشان كذا طلع عندي المدين لا يساوي الدائن فعدلناها خليناها عشرة آلاف هنا خمسمائة هنا عشرة آلاف وخمسمائة عندنا هنا خمسة ورشين ألف بعد ما عدلناها حفظتها مرة ثانية ونرجع لإستيراد مرة أخرى على طول نقوم باختيار الملف وندخل الملف ونسوي استيراد نلاحظ أنه بعد ما عدلت على طول تم الاستيراد نلاحظ رقم القيد جانبي الرقم التسلسلي اللي هو تسعة وثلاثين بعدين أربعين واحد وأربعين فجاينا بالترتيب ما أخذ الرقم واحد واثنين فقط كان للتفريق بين القيود ونلاحظ لو نستعرض مع بعض عندنا إثبات المصروفات تجديد السجل التجاري عشرة آلاف مصريف بلدية الأمانة خمسمائة بنك الأهلي عشرة آلاف وخمسمائة ريال لو أرجع للقيد الثاني اللي هو الإيجار المقدم رح يكون عندي خمسة وعشرين ألف مدين إيجار مقدم خمسة وعشرين ألف دائن البنك الأهلي فهذه هي طريقة استيراد القيود رح ننتقل الآن إلى الأرصدة الافتتاحية رح يتم الضغط على أرصدة افتتاحية بعدها رح يكون عندنا إمكانية لاختيار أحد أنواع القيود اللي عندنا سواء أرصدة افتتاحية للحسابات أو للمنتجات والتكاليف أو للأصول الثابتة أو العملاء أو الموردين لو دخلنا إلى الحسابات طبعاً رح يكون عندنا هنا اللي هو إدخال التاريخ رح يكون في 31-20-22 عشان يظهر معي كرصيد افتتاحي للسنة الجديدة مثلاً عندنا هنا بنك الجزيرة حساب الرصيد الافتتاحي رح يكون على حساب الأرصدة الافتتاحية اسم الحساب زي ما قلنا بنك الجزيرة فنختار عندنا هنا بنك الجزيرة الرصيد الافتتاحي له 5000 ريال بعدها ممكن نحط إضافة المزيد عشان أضيف رصيد افتتاحي آخر مثلاً أنا بغضيف للنقدية في الخزينة للموظف محمد مثلاً هذا أنا أضغف عنده مبلغ لأنه هو موظف جديد فأنا بحط في حسابه من يعني كرصيد افتتاحي 2000 ريال فإحنا ممكن هنا نقول رصيد افتتاحي بنك الجزيرة وصندوق الموظف محمد بعدها رح نسوي متابعة وبكذا رح يتم إضافة الأرصدة الافتتاحية عندي هنا المدين على النقدية في الخزينة وبنك الجزيرة وعندنا الدائن على الأرصدة الافتتاحية فلو رجعنا إلى القيود المحاسبية اليدوية رح يكون عندنا هنا أرصدة افتتاحية البنك الجزيرة وصندوق الموظف محمد نفس الفكرة باقي القيود خلينا نشوف مثلاً المنتجات والتكاليف في المنتجات والتكاليف رح يكون عندنا أول شيء اختيار الموقع فعندنا هنا ممكن يكون عندي في الرياض فرع الندى بعدها نختار المنتج مثلاً عندنا هنا خزانات الخشب أو خليني أقول الكراسي البلاستيك القيمة المتوسطة لها 35 ريال الكمية اللي موجودة عندي من السابق في هذا المحل مثلاً كانت خمس كراسي بعدها رح نسوي متابعة وبكذا رح يتم إضافة خمسة كراسي إلى مخزون الرياض فرع الندى طيب خلينا نروح للمنتجات والتكاليف ونستعرض مع بعض المنتج عنده كراسي البلاستيك فنشوف عندنا هنا الكراسي البلاستيك نستعرضه مع بعض ونشوف عندنا هنا المركز الرئيسي دمام الخبر الرياض فرع الندى نلاحظ أنه عندنا هنا خمس وحدات قيمة المتوسطة 35 ريال الكمية المتوفرة خمسة انضافت كراسيد افتتاحي من خلال قيد يدوي بتاريخ 31-12-22 فهنا نلاحظ أنه تم إضافة الرصيد الافتتاحي للمنتجات والتكاليف طبعاً باقي القيود رح تكون بنفس الفكرة عندنا هنا العملاء رح نضيف اسم العميل وبعدها الرصيد الافتتاحي له بعد ما نضيف هذه البيانات نفس الشيء بالنسبة للموردين نضيف اسم المورد والرصيد الافتتاحي له مع التاريخ والوصف وحساب الأرصد الافتتاحية وآخر شيء عندنا اللي هي الأصول الثابتة رح نضيف هنا التاريخ تاريخ آخر أهلاك رح يكون نفس التاريخ اللي أنا سجلته هنا لأنه في اليوم اللي بعده رح يبدأ عندي يحسب الأهلاك نختار الأصل مثلاً عندنا اللابتوب نحط تاريخ الشراء ولنفترض أنه مثلاً قبل شهرين تكلفة الأصل قيمة الخردة إذا كان لها قيمة ومجمع الاستهلاك بناء على حسبة يتم عملها فهو رح يحسب لي القيمة الدفترية لهذا الأصل وبكذا رح يتم إضافة أرصد افتتاحية للأصول بكذا نكون انتهينا من قسم القيود المحاسبية اليدوية اتعرفنا على طريقة إضافة قيد طريقة إضافة أو استيراد مجموعة من القيود وطريقة إضافة الأرصداء الافتتاحية رح ننتقل الآن إلى القيود السهلة والقيود السهلة ذي ما قلنا أنها تم عملها لتسهيل عملية المحاسبة وطريقة إضافة القيود إذا كان عندنا شخص مثلاً غير محاسب وهو اللي يقوم بإدخال الحسابات وإدخال العمليات في منشأته فيبقى يضيف قيد لكن ما يعرف مين المدين ومين الدائن نحط على إنشاء قيد سهل عندنا ست أنواع تحركات الأموال لمعالجة السحوبات بين الحسابات البنكية أو السحب والإيداع النقدي وإثبات حركة حسابات الأموال إضافة رأس المال لإثبات رأس المال اللي بدأنا فيه النشاط أول مرة أو لزيادة رأس المال إهلاك أصل ثابت طبعاً لإهلاك الأصول ولو عندنا الآن قسم خاص بالأصول وأهلاك الأصول فإحنا ممكن نسوي الإهلاك من الأقسام اللي موجودة هنا بدلاً من عمل القيود السهلة عندنا سحب المالك لمعالجة السحوبات من وإلى حساب المالك وتوزيع الأرباح يكون للمساهمين أو الشركاء أما بشكل سنوي أو ربع سنوي وآخر شيء عندنا محاسبة الرواتب لحساب مستحقات رواتب كل موظف أو إجمالي الموظفين بحيث أنه مثلاً في كل شهر نسوي قيد استحقاق وقيد آخر للسداد أو ممكن أكتفي فيها من قسم الرواتب اللي موجود عندنا هنا وعمل المسيرات ودفع المسيئة خلينا نأخذ أحد الأنواع هذه مثلاً عندنا تحركات الأموال لو مثلاً أنا عندي حساب في الصندوق الموظف في نهاية اليوم هو رح يشيل هذه المبلغ من الصندوق ويحطه أو يسوي له إيداع في حساب البنك طيب هو ما يعرف يعني أنا جيت أسجل بيانات مثلاً أنا صاحب منشأة لكني ماني محاسب وما أعرف مين أحطه مدينة ومين أحطه دائم فاللاحظ عندنا هنا يقول لي إيش هو الحساب اللي نقصت منه الأموال طبيعي الحساب اللي نقصت منه الأموال هو النقدية في الخزينة للموظف بحيث أنه هذه النقدية رح يشيل منها الفلوس ويش الحساب اللي بيزيد فيه الأموال حساب البنك اللي رح يسوي فيه إيداع عندنا مثلاً بيسوي إيداع على بنك البلاد كم القيمة؟ القيمة عندنا عشرة آلاف ريال التاريخ اللي تم فيه إضافة هذا القيد التاريخ اليوم 11.5 الوصف إحنا ممكن نضيف وصف معين يعني نقول مثلاً إيداع نقدي من صندوق الموظف إبراهيم ممكن هنا نحط صورة الإيداع عشان يصير كل قيد خلاص معه صورة الإيداع أو الفاتورة أو غيره فخلاص كل شيء واضح عندنا بعدها نسوي متابعة وبكذا اللاحظ أنه عندي هنا عهدة نقدي للموظف إبراهيم إلى حساب البنك وهو عبارة عن إيداع نقدي من صندوق الموظف إبراهيم نلاحظ أنه صار عندنا هنا مثلاً بنك الراتحي وأنا قلت بنك البلاد ممكن يكون إدخال بشكل خاطئ فنعدلها إلى بنك البلاد نشوف عندنا هنا بنك البلاد هذا هو بنك البلاد بعدها نسوي متابعة وبكذا رح يكون عندي من حساب العهدة النقدية للموظف إبراهيم إلى البنك طبعاً هذا مو يعني أنه مدين ودائن عشان نشوف عندنا هنا نستعرض هذا القيد موظف لأنه هذا الحساب زاد وهذا الحساب نقص لكن إلى الآن أنا ما يعرف من هو المدين والدائن فممكن نروح إلى التقارير ونروح إلى دفتر القيود طبعاً دفتر القيود رح يعكس لنا كل عملية تمت في النظام سواء كان سندات صرف أو سندات قبل أو نقل للمخزون أو جرد للمخزون أو فاتورة مشتريات أو مبيعات أو غيرها رح ننزل آخر شيء إلى القيود السهلة واللاحظ عندنا هنا وضح للمدين هو بنك البلاد والدائن هو العهدة النقدية للموظف إبراهيم فزي ما اللاحظ عندنا هنا دفتر القيود أي عملية أنا رح أسويها بالنظام رح تنعكس لي بشكل تلقائي على دفتر القيود أنا سويت فاتورة مبيعات أو فاتورة مشتريات رح تنعكس مباشرة على النظام اللاحظ عندي هنا فاتورة مبيعات حسب لي المدينون اللي هي عندنا هنا العميل شهد بقيمة 264 ريال وتكلفة البضاعة المباعة عندي هنا 81 هنا 44 هنا 25 هذه كلها طبعا غير شاملة للضريبة اللاحظ عندي هنا بعدين حسب لي حساب المخزون بعدين حسب لي الضريبة وعندنا هنا الإيراد المبيعات والخدمات فأنا كم عندي إيراد سواء إيرادة المبيعات أو الإيرادات الأخرى فكلها هو الضحل إياها بدون ما أنا أقوم بإدخال هذه الفاتورة كقيد اللاحظ عندنا هنا هذه الفاتورة من حساب المدين إلى الدائن عندي المدينون اللي هو العميل بعدين رح يكون عندنا قيد ثاني اللي هو سند الصرف أو سند القبض فعندنا هنا نحصل سند قبض لنفس العميل بنفس القيمة تم تسجيلها نلاحظ عندنا هنا سند القبض نشوف عندنا هنا الفاتورة قيمتها أو الإجمالي لها 415 نلاحظ أنه تم عمل إشعار دائن لها فتم الغاء الأثر المحاسبي بشكل مباشر بدون السداد إذا تم السداد رح يظهر لي كاسنة قبل أما هنا عندنا القيود اليدوية اللي أدخلناها والقيود السهلة وغيره طيب هذا بالنسبة لدفتر القيود خلينا نشوف عندنا بالنسبة لي لما نقول فيكون عندنا إمكانية لعمل وتوضيح أش هي القيود المحذوفة أو من الشخص اللي حدفها عندنا هنا رح نروح إلى تقرير عمليات المستخدمين من تقرير عمليات المستخدمين إحنا نقدر نختار المستند والمستند رح يكون مثلاً القيود اليدوية المستخدم إحنا ما نعرف مين المستخدم اللي قام بالإدخال أو بالحث عندنا هنا الحث وبعدها ممكن نحدد فترة معينة أو نسوي بحث بدون ما نحدف نلاحظ عندنا هنا في 13.4 23 تم حث قيد من شاعل محمد إحنا نقدر نستعرض تفاصيل هذا القيد عبارة عن رصيد افتتاحي بقيمة 130 ريال رقم القيد 1578 نفس الشي عندي هنا كل القيود اللي تم حثفها من المستخدم الرئيسي عندنا هنا قيود أخرى تم حثفها عبارة عن مصروف ضيافة بـ 500 ريال رقم القيد 132 ريال إحنا ممكن نرجع لهذا المستخدم ونسأله عن سبب الحث طبعاً ممكن نشوف الحث أو ممكن إنشاء ونشوف القيود اللي تم إنشاءها عندنا هنا أو ممكن كمان أختار مستخدم معين وأقول إنه أبغل أشوف هذه القيود اللي قام بإدخالها هذا المستخدم فعندنا هنا نلاحظ هذه القيود اللي تم إدخالها هذا المستخدم ممكن نحط مستخدم آخر ونشوف القيود اللي قام بإدخالها هذا كل ما يخص القيود اليدوية والقيود السهلة وصلنا إلى نهاية دورتنا لهذا اليوم شكراً لكم والحضوركم لو في أي سؤال على خانة الـ Q&A أكيد أسعد بالإجابة عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة